الوطن والوطنية وحب الوطن ايضا اصبح وجهة نظر تحول بعض المعارضون اللي المفروض يمرسوا عمل سياسي بمبادئ وباخلاقيات سياسية متعرفة عليها في التاريخ الى ليس بحثا على مكاسب مقاعد في البرلمان ولا حتى وصول الحكم الى وجهة اجتماعية انا بس عايز اقعد وتكلم والناس يصورني ويقولوا الراجل ده جدع الراجل ده شجاع الراجل ده بطل الراجل ده بيقول كلام ده الكلام خطر جدا وهو في الحقيقة تافه لا قيمة له ولا وزن لا في الخلاء لا في العلن ولا في السر ولا وراء السطار وراء الجدر ولا امام الكاميرات هو تافه مش بتكلمه لحد بعينه لكن بقول دايما هناك ظاهرة 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 فقاعات سياسية بعض الناس بيهيموا وبيتحولوا الى حالة من حالات اللا تجرد ولا منطق ولا وعي هو عايز يظهر ويتحط على بدلته او الجاكب بتاعه على عروته وردة انه معارض الله حلو اللفظ كويس عظيم ان انا بقى معارض وحاجة اقولك ده انا رئيس حزب معارض انا شخصية معارضة انا مفكر معارض انا سياسي معارض معارض ايه هي المعارضة دي وظيفة يا جماعة المعارضة دي مش وظيفة ده فكر انا عندي استعداد ان استمع الى من يعارض ولديه فكر ولديه منطق ولديه رؤية ولديه برنامج وحتى لو كان هناك اختلاف وجهات النظر ان كان هناك وجهات نظر ولو كان هناك فكر مختلف لابد انك تستمع له وتحترمه لكن لما يكون عندك واحد لعنده فكر ولا منطق ولا رؤية فقط عنده حاجة واحدة بس يعبد ذاته ونفسه وانانية مفرطة وفي النهاية عايز يعمل وجهة اجتماعية على حساب المجموع انا اعتقد اخطر ما يواجه الدولة المصرية محاولات البعض ان يحصدوا ويحصلوا على وجهة اجتماعية من ممارسة عمل سياسي مزيف امام الناس دغدغت مشاعر الناس حلم اقعد في الهوائد طلقه وتتكلم برحبه انا اقعد في الهوائد طلقه واقول انا عايز ازود مرتبات الناس الحد الادمى عشر تلاف جنيه وانا اطالب الحكومة ان هي تخلي المرتب عشر تلاف جنيه واطالب الحكومة ان هي تخلي الاسعار صفر واتخلي طالب يا عم وراحتك قولي قولي اللي انت عايزه تعال حضرتك اللي بتكلم وتزعق وتخبط على المكتب وتهين وتحاول تشتم المؤسسات تعال اقعد تولى اي مسئولية اي حقيبة من هذه الحقائق ودي خلينا نشوفك ورينها شطارتك ارمي بياضك يلا قالوا الجمل طلع النخلة قادي الجمل وقادي النخلة اطلع يا سيدي ورينها ورينها تعمل ايه لما تجي تخش في تفاصيل تقولي يا ريتني معرفت يا ريتني معرفت لما تخش في تفاصيل الواقع المؤلم والظروف الضاغطة والتحديات من كل مكان هتحداك لو قدرت تقعد يوم يوم مواحد بس وانت بتكلم وترثر ترثر Patterة على ضفاف العمل السياسي يجيب المونتج ايه اللي بيحصل شكرا